الخطاب السامي وفق نهج متكامل وتحقق من خلاله المملكة منجزات حضارية وتنموية شاملة الزميل يحيى العمري استعرض أبرز مضامين الخطاب السامي إذانا لمرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر وبروح وطنية خالصة جاء الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه خطابا شاملا يملأه التفاؤل والاعتزاز بالمسيرة الدستورية والديمقراطية للبحرين جاء الخطاب في العديد من مواضعه على جملة من النقاط المهمة التي تعد بمثابة خارطة طريق يستنير بها الوطن بشكل عام وأعضاء السلطة التشريعية بشكل خاص للمضي قدما برسالتهم التشريعية الوطنية نحو آفاق أرحب من العمل الدؤوب لتعزيز منظومتنا التشريعية وتطويرها بما يعزز الأمن والرخاء للوطن في كافة المجالات سلامة وأمن المجتمع الصحي كان على سلم الأولويات في الخطاب السامي لجلالة الملك المفدة حيث جدد جلالته الشكر والثناء لكافة الجهود الوطنية المخلصة العاملة في مواجهة جائحة كورونا وما قدمه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جهود مشرفة سيستذكرها لهم الوطن على الدوام كما تضمن الخطاب السامي تأكيدا من لدن قائد البلاد المفدة على أن المملكة تسير بثبات وأداء اقتصادي قوي على الرغم من جميع التحديات بما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 حيث أشاد حفظه الله بسرعة التعافي الاقتصادي والتعامل الاحترافي مع التحولات العالمية المتسارعة ودعا رعاه الله جميع أصحاب الأعمال لاقتراح المزيد من الأفكار لتنمية الاقتصاد والتركيز على مجال الصناعة وعلوم المستقبل وآليات مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه دول العالم حكومتنا الموقرة حظيت بتقدير وإشادة من لدن عاهل البلاد المفدة رعاه الله لما تقدمه من برامج فاعلة وأداء تنموي متميز وفق أحدث الممارسات الإدارية والتقنية بما يطور من جودة الإجراءات والخدمات ويرفع من كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي للارتقاء بالكوادر الوطنية ويدعم قضايا الشباب وتقدم المرأة البحرينية كذلك أجواء التعايش والتوافق والطمأنينة التي تعيشها مملكة البحرين مهدت لتطوير التشريعات وأهليات العمل بما يعزز حماية حقوق الإنسان والترابط الأسري والمجتمعي وقد قدمت المملكة العديد من البرامج في هذا الشأن أبرزها برنامج العقوبات البديلة كبرنامج حضاري إنساني شامل والتوجيه السامي من لدن عاهل البلاد لبدء العمل الجاد في مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وغيرها من المبادرات الكلمة السامية لعاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه أكدت على العديد من الثوابت الوطنية الراسخة في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والتعاون الدولي التي يضعها المجلس الوطني بعين الاعتبار إلى جانب عمله الدؤوب لتطوير البنية التشريعية كل ذلك وفق مبدأ التعاون البنى بين السلطات التي تضع المواطن البحريني محوراً للتنمية والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر